مساء الفل في ناس كتير مننا وإحنا صغيرين كانوا بيمثلوا المرض والتعب على أهليهم عشان يصعبوا عليهم وما يروحوش المدرسة وقابلت ناس تانية بعد ما كبروا وتخرجوا واشتغلوا كانوا برضو بيمثلوا المرض عشان ياخدوا أجازة من الشغل وشفت ناس بتتدعي المرض عشان تكسب تعاطف اللي حواليها وتضمن إن شريك حياتها مش هيسيبها أو يتخلى عنها وتعرف إزاي تسيطر عليه زي نادا نادا بطل القصة حقيقية النهاردة اللي قالت في رسالتها قلت الحبيبي إن عندي كانسر عشان أختبر حبه فالحكاية ألبت بغم وعشان نفهم الموضوع من أوله تعالوا نشوف نادا بعتت تقول لنا إيه اسمي نادا في بداية العشرين من عمري بدأت مشكلتي من حوالي سنتين ونص لما تعرفت على محمود اللي عشت معاه أجمل سنة ونص في حياتي قبل ما كل حاجة تتهد على دماغي واتمنى الموت في كل اللحظة محمود يا سالي كان أول حب في عمري إن في بنات كتير حط عينها عليه كنت عايز أطمن أطمن إنه مش هيسبني وعايز أعرف هو فعلا بيحباني ولا لا فمعرفش إيه اللي خلاني أفكر في الفكرة الغريبة دي لقيتني بقول له أنا عندي كانسر مع إني كنت سليمة وما عنديش حاجة يا ساتر يا ربي يا نادا حد يكذب في حاجة زي دي أنا دا كانسر دا اللي بيقول أنا عندي دور برد وهو ما عندوش بنقول له حرام عليك هيجي لك حاجة وحشة ما تقولش كده ربنا ما تديك الصحة ليه تنكرها ما بالك بقى لما حد يقول أنا عندي كانسر أو عندي سرطان طب ما عملتيش حساب حبيبك لما يكتشف كده وإنك بتحكي عليه هيعمل إيه ما فكرتيش هيكون إيه رد فعله مش هيشوفك كدبة تعالوا نكمل أنا عارفة أني غلطانة ووقتها حسيت بالندم والخوف بعد ما قلت كده وكل يوم كنت بحس أني توردت في الموضوع موضوع كان بيتعقد أكتر وما كنتش عارفة أعمل إيه واللي كان واجعني أكتر إن حبيبي بصراحة عمل فوق اللي توقعته بكتير لقيته واقف جنبي بحنانه واهتمامه كان كل شوية يتطمن علي ويشوفني ماشي على علاج ولا لأ وده كان بيتباحني من جواي وفضلت على الكتبة دي كتير عشان ما كنتش عارفة أطلع منها إزاي وبعد سنة ونص قابلته في يوم بالصدفة وكانت معايا صاحبتي وعشر تسع سنين فاتعرف عليها وبقى يكلمها وكان بيقولها خلي بالك من نادة فلحظت صاحبتي إنه بيوصيها كتير ويا مش فاهمة حاجة لحد ما قالها إنه عندي كانسر الطري تكذب عليها هي كمان لحد ما هي عرفت الحقيقة وقالت له وحصلت مشاكل كتير لحد ما سبنا بعض بعد كده أنا تعبت نفسين ما بقيتش عايزة أكلم حد رغم إننا بعيدنا عن بعض بس فضلت رقبه وعرف عنه كل حاجة من بعيد حاولت أرجع له بس ما نفعش لحد ما في يوم صاحبتي جات قالتلي إنه هو وهي بيحبوا بعض كنت هموت من الصدمة يا سيلي وبعد فترة عرفت إنها كانت بتقولي كده عشان تضحك علي والصدمة كانت خلتني أعرف الناس مش كويسة وخلوني أشرب أشرب حاجات وحشة كنت أشرب عشان أنسى الواجع اللي جواي كنت بعيد كتير وبنادي عليه وهو رفض كل محاولات الصلح والربوع لحد ما اتضمرت نفسيا ولقيت نفسي مش فوعي ولا في حالتي طبيعية بقيت بكلم ولاد كتير يا سيلي عشان أنسى وتعرفت على شاب كويس ومحترم ما كنتش قادرة أحبه نفس حبي المحمود كنت بكلمه لمجرد أني بكلم حد كويس ومهتم بي لحد ما صاحبتي برضو خدته مني وتضمرت أكتر بعدها نزلت شغل عشان أنسى كل حاج وفي شغلي قابلت واحد ثالث كان طيب وكان بيحبني قوي وأنا حبيته بس مش قوي لحد ما جالي عريس وأهلي خلوني أوافق عليه وماما وإخواتي أكبروني بسبب أني كنت برفض أي حد يجيلي لحد لما تخطبت له فعلا وسبت الشخص الأخير اللي كنت بكلمه بعد ما ظلمته معايا بس والله كان خصبا عني ومع الوقت بدأت أحبة خطيبة لقيته شخص محترم وكويس معايا قوي بس بكل صراحة يا سالي لسه محمود حبيبي الأوليني ما رحش من دماغي والحد النهاردة لسه بفكر فيه أنا دلوقتي مخطوبة بقلي سنة وشهرين عرفت أن محمود خطب وتعبت نفسيا عشان كان عندي أمل أن يرجع له هو اللي اديني الأمل ده لأنه لما عارف أنه تخطبت تكلمني وقالي أنه عايز يرجع لي وفضل يقولي بحبك أنا بس كنت بديكي درس أنك ما تكدبيش عليها تاني قلت له سنة ونص سنة ونص كنت بتعلمني وفعلا كان نفسي أرجع له بس ما عرفتش وحاولت أفاشكل الخطوبة دي وأهلي فضلوا مصممين محمود خطب يا سالي ومن ساعة ما خطب وأنا تعبانة أكتر لأنه بيوحشني قوي ونفسي أكلمه أنا عارف أنا دا غلط بس غصب عني خطيبي كويس معي وكل حاجة كويس بس قلبي مش بإيدي قولي لي أعمل إيه أعمل إيه أعملك حلو يا ندا أعملك حلو أعملك جميل لحد هنا وخلصت رسالة ندا عكف 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 زي ما بنقول والسبب كتبة كتبة صغيرة جرت وراها مشاكل كتير وكتبة كبيرة يعني صغيرة بس مصيبة مش عارفة تخرج منها لحد دلوقتي بس اللي تعلمته هنا في قصة حقيقة إن كل حكاية وليها حل كل حكاية وليها وشين زي الملك والكتابة حتى لو كان الوش اللي باين في الحكاية عند ندا هنا يستحق إن إحنا نزعل منها نزعل من تصرفاتها اللي بتعترف بيها في رسالتها فعلى الأقل في لحكايةها وش تاني يستحق إن إحنا نطبطب عليها صح؟ وش بيقول إن ندا بتمر بمرحلة عدم التزين أنا عرفت ده كلمت ده خرجت مع ده عملت خلت تصرفاتها كلها ومشاعرها طيشة مش عارفة تتحكم فيها والسؤال دلوقتي بقى إزاي ندا ترجع تبقى متزنة تاني إزاي تخرج من الحالة اللي هي فيها دي لأ ومين مننا ممرش بمرحلة ندا أو مين مننا ما كانش لي قصة حاول إن هو يخرج منها ومعرفش بس مش كل الناس اضطرت إنها تكدب عشان الناس تتعطف معها وتشفق عليها وتكمل معها يا ست ندا بس ده اللي هنتكلم فيه النهاردة استنونا بعد الفاصل ندا ندا بطل القصة حقيقية النهاردة كانت خايفة إن محمود الولد اللي حبته يضيع منها فاخترعت كتبة عشان تختبر حبه ليها وتكسب تعطفه معاها قالت له إن عندها كانسر وفعلا الولد تعلق بيها بزيادة وبقى بيعملها باهتمام كبير لحد ما اكتشف إنه ما عندهاش حاجة وقرر إنه يقطع علاقته بيها حاولت ندا ترجع له بكل الطرق بس فشلت لقيت نفسها دخلت في دوامة كبيرة ملهاش آخر لحد ما تعرفت على ناس مش كويسة علموها تشرب حاجات مش كويسة بقت بتكلم ولاد كتير الكويس والوحش وفي الآخر أهلها خطبوها الواحد هي بتقول عنه إنه إنسان كويس ومحترم بس هي مش بتحبه بعد ما تخطبت زهر محمود تاني بعد سنة ونص زهر محمود عشان يقول لها أنا لسه بحبك وحيز أرجعلك أنا سبتك الفترة اللي فايت تديه عشان كنت بتجيكي درس ودلوقتي ندا مش عارفة تعمل إيه مش عارفة تسيب خطبها ولا قادرة تنسى محمود وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي عشان نقولك تعمل إياه ست ندا والكل بيمروا بنفس مرحلة ندا نشوف هنعمل فيها إيه زيكي دكتور مصطفى أخبارك إيه منورني أخبارك إيه منورني إيه رأيك في القصة الجميلة دي هي جميلة فعلا حلو ها بكل تفاصيلها إيه رأيك بقى إيه رأيك بقى وإحنا ما يبقاش نجذب على حد بنحبه ونقول أي حاجة عشان يحبنا أكتر ما هو المشكلة إن الكتب ده مش بيخليه حبنا أكتر بيحب الصورة المزايفة اللي إحنا رسمناها أي مشكلة طبعا أنا عايزة بقى دايما ضحية عشان يحبني أكتر يعني أحيان بنجذب للواجهين أحيان بنجذب عشان نجمل نفسنا أو زي ما هي عملت كده عشان أكتسب تعاطف أو أكتسب حب أو أخذ بشاعر مش عارف أخدها بالشكل الطبيعي أو بالشكل التلقائي أخدها بالشكل الطبيعي ليه لما أنا غيرانه ما هو دي المشكلة بقى ده معناه أن أنا عندي إشو عندي حاجة كبيرة جوايا دي بتبقى إشو الزهر؟ طبعا إن في حاجة راحة جاية وإن إحنا الاتنين إكوال بس أنا ما إحنا دي المتعلقين يعني أنا بحب أهلي زي ما هم بيحبوني؟ لا طبعا مش بنفس الدرجة وحتى العطاء مش واحدة من قصدي كده طيب وده تعلق وحب طبش معنا مع الناس التانية بقى حلوقة بالتعلق لما بيوصل لدرجة مرضية يعني بيكون شكل غير صحي هو ده اللي فيه مشكلة يعني أشكال التعلق مختلفة في حد بيتعلق بحده عشان هم بيحبه فعنده معاما شعر ما خليه عايز يكمل معاه وفي حد بيتعلق بحد بالنسبة له تما يفاشى اختبر حب حد هناك بتختبر حبه فبتشوفه إذا كان بيحبه أو إلا أو بيحبها يقف جمبها زي ما هو عمل هو بيحبها جد كميل يعني طبعا حنتكلم حين أنه هو بيحبها أو لا مسؤولة فكرة الاختبارات الأموما أسوأ حاجة بنعملها في العلاقات في علاقات صداقة في علاقات أهل في علاقات حب لما أكيد يجب أن تتعلق بحد مكتر ومتشوفه كل يوم بشوفه أكثر من أهلي مش هتعلق بيه ازاي طيب صحيح طب يا عمل إيه بقى التعلق ده حاجة وحشة بس أنا مش عايزة أحطه في الاختبارات يعني مش عايزة أعرف الشخص بالاختبارات إفرد طلع وحش طب ما إيه الاختبار مش أنا مش عايزة أحطه في الاختبارات حلوة ما إحنا ممكن نعرف بعض بالاستنتاجات مش بالتوقع والاختبار يعني الاختبارات لما نحطها اللي قدامنا أي شخص في الدنيا هتحطيه تحت المجهر حتى لا منه أخطأ بجد؟ أي شخص أي حد فينا لو قعدنا نركز معها هنلاقيله غلطة هنلاقيله حاجة هفوة هنلاقيله حاجة بيعملها مش واخد باله فبالتالي الاختبارات غالباً بدأتين نتائج خاطئة طب ممكن الاستنتاجي بقى بناء على رأيي أنا أو على حاجة أنا شايفة هنا وتطلع مش صح طبعاً لأنها في الآخر حياتي طب أعمل إيه أعمل إيه في الحالتين مبني على مواقف منش على توقفها مسبق يعني أنا مش اللي جاية يتعامل معاك النهاردة بقول أصل هي للشخصات الفلانية أنا بتعامل معاك على ضوء معرفتي بيكي وأنا ضوء تفاعلاتنا مع بعض فالمواقف تبعين لنتمين والمواقف دي في النحيتين ليا وليكي لحسابي ولحسابك فهو ده اللي بيخالي الدنيا ما بيننا راحة جاية مش ماشي في اتجاه واحد طب بقل لي بياداعي المرض ده بيباع عنده مشاكل طبعاً لأ طبال في أنت شايف تروح الشغل يعني دي أكبر مشكلة آه عداري وجعني اتشقلبت والعزري قوم يا ماما عرف لو تعالي موتي عالك كوزي تعالي بمرضك وتعالي آه عاتي بمرضك وتعالي لو في حاجة أنا نجيب بسعاف وأنا صحيح ما ينفعش حد يعمل كده بجد بهم مشكلة أنا بياداعي شيء مش فيها سواء كويس أو وحي بيحصل بقى فده معناه أن أنا مش راضي عن اللي أنا فيه يعني أنا محتاج لنفس الأجازة لأني أريد أن أخذ أجازة لأطلع للسوخ نعم أصحابي حلو قوي عملي بقى فأنا محتاج أن أدور على وسيلة أخذ بها أجازة وسيلة شرعية وسيلة سليمة مش أن أجزب أو أدعي حاجة يرديك أن أنت تأخذ أجازة وزمالك مضغوطين في الشغل يرزيني جداً يرزيني جداً هم مش يختلعوا بالإجابة فتاة اللي اضطرتني يا أخي فأنا لازم أدعي المرض عشان حد ممكن فيه ناس يعني عشان حد يحبني أو لازم أدعي المرض عشان أخذ أجازة لأنه فيه ناس مش هتسيبك في حالك يا أخي نميل جداً لو أنا بقى أدعي المرض عشان حد يحبني معانا أنا مش مكتفي بالله أنا عليه يعني أنا مش حابب نفسي كفاية ومش رايف نفسي أن أنا أستحق الحب فبدور على ده بصور وهمية يعني برسم صور وهمية لقدامها عشان أخذ منه شوية تعاطف أخذ منه شوية حب عشان أطمن طيب فيه حاجة اسمها بقى في علم النفس والطاقة وكده لما أنا بداعي حاجة بيجيلي يعني علم الطاقة بيتكلمه دائماً في القصة دي اللي هو يعني قانون الجذب أنا عندي برد فيجيلي برد يعني هو فيها جزء من الصحة يعني لأن في الأخير الحاجة اللي بنصدق فيها بنمشي وراء بس احنا بنخاف ومنتشائم أنا مثلاً ما أقدرش أقول مثلاً أصلي مش عارفة مين عمل عملية فأنا مش أقدر يجئ بفول عليه زي ما نقول بلغيتنا لأ ما فاولش على حد ومفاولش على نفسي يعني مش مهم الأجازة ومش مهم حد يتعاطف معي ومش مهم أي حاجة والمهم أن أنا أكون صادق يعني أكون حقيقي مع نفسي أكون شخصا حقيقي حشان كمان أبقى محترم نفسي يعني مش هتراسي على المخدأ سنة ونص يعني قادت فترة طويلة جداً بتقول له قصة مش حقيقية وعيشة فيه طيب محمود بقى ده هي إز أسويت تونكر أو بيعفي الكلم كويس قوي فبيكذب كل البنات تحليلك إيه الشخصية واللي بيربيها سنة ونص ده ما هو بيربيها سنة ونص لأن هي برضو اللي عملت فيه ما كانش أسهل حاجة يعني كان حاجة كيلة فأنا قلت له كده خلاص يا سيدي ما أنا عادت حيالت عليك يعني ما كان يعقبها قدي أبس هي مش قلت له كده دي عايشته في وهم كامل يا سيدي في قصة مرضية قال لها خطي الدواء ولا لأ عمل اللي عليه بجاءت طب يعني معمول يعني متقولك إنه بيحبها جدا وكان متأثر جدا دي عايشته بيسأل عليها وبرضو دي من الحاجات اللي محتاجين نحط حتها ألف خط إيه بقى إن إحنا من كتر ما بنقلل من نفسنا أقل درجات العطاء بنعتبرها حاجة كبيرة يعني لما حد يعمل عشان حاجة بسيطة إحنا نعتبر ده نعمل عشان طبما أنت لما بتعلم من نفسك الناس يقولك أنت عندك إيجو ويخافوا منك نعمل إيه بقى حلوة قوي ماهنا ليه بيخافوا مني عشان هما بيتصدر لهم صورة مش حقيقية عني بس لو أنا شخص إكسبرسيف يعني بعبر عن اللجواء زي ما هو الناس هتفهمني زي ما أنا بس حتى لما بتعبر عن اللجواءك والناس شايفة اللي حواليك الهالة اللي حوالينا آه يعني يقولك لأ دي مش ترضى بأي حاجة مش هترضى بأي راجل طبعا بنعمل إيه بقى مين بقى اللي بيعرفك والتالي بتقولك أن أنا لما بقلل من نفسي بيجي لي أقل أقل أحاجة صحي طب لما بعلم من نفسي أي خافوا حلوة أنا عايزة كون شخص معتدل ده أولا ثانيا لما بعلم النفسي اللي بيقرب لي هو الشخص اللي عنده الاستعداد أن يعمل ده عنده الجرء أن يقرب عنده استعداد أنه يفهمني ويعرفني وناس الدائرة القريبة مني بتعرفني على حقيقتي آه طبع دائرة القريبة دي مش بنتكلم فيها خلاص دول أخدوني أزا باكجج صحيح وأنا متعصبة وأنا صحية من النوم وما شايفيني خلاص أتكلم لو حد داخل جديد الطبيعي أنه كان يعمل إيه مثلا معي هو كان يعمل معه آه لما هو تقوله عندي كانسر يعني أبسط الحقوق في القصة دين هو يكون معها في المرض يكون بيشاركها على الأقل حتى يسع وأكلم صاحبت الحمد لله قال لي خلي بالك منت جميل طبع عايز إيه أنت عايز أكثر من كده يعايز إيكلم مامتها معهم وزيادة يعني بالزيادة طب هو كان جد وإن كانش جد في التجربة معها هو في كل المراحل ما كانش يعني قد المسئولية لو هما مع بعض لو هما سابوا بعض حتى لما رجع تاني كل الحاجات كان فيها يعني قطفار بنلعب مع بعض وما فوق كان يفضل زعلان قد إيه مأموس بيربيها قد إيه بصي هو الأمصة دي يعني الأمصة دي بالضبط شكل من أشكال الصمت العقابي شكل من أشكال الإزاء يعني ده شكل من أشكال العنف السلبي أنت بشيك أن الأمص أحسن من تخانق؟ على الإطلاق الأمص ده أسوأ أشكال التعبير عن الخضر لا لعلمك ما هو دائما فيه طرف بيعلى وطرف بيطار نوع يتقمس أو يأخذ ستاب وراه عشان الثاني يعرف غلطه ويجي له ساري وانا المهاردة يعني بدل ما نعلى إحنا لتنمع بعض وتبقى لي له واش طبعا مكزرة حلو جدا مثلا نهاردة لما بسكت أو بعدي هل ده معنانا أنت أمصت؟ الأمصة معناها أنه أنا بسكت عشان أمريكي قيمة وجودي عشان أغلس عليكي بالصمت يبقى الراجل داخل خارج في البيت مثلا أسبوعا بيكلمهمش ما يعرفوش الموضوع أسبوع كامل شهر كامل ما هي تعالج صوتها أو تغلط مثلا هو يروح راضد عليها؟ لا حقيقة أحسن إحنا ننجغضبنا بشكل إنساني محترم إحنا أتنين نتكلم ما هو مش على طولها تقدر تمانج غضبك وإنت متضايق طبعا ما هو لا تغضب لا تغضب لا تغضب بس صعبة طبعا بس مش حادث تجيهات يعني مش حادث عشان أهدى أخذ أسبوع كامل غضان أو أخذ أسبوع كامل مأموس أو أبرل لقدامي أنت لازم تطلع جبل عالي عشان أقول لك مالي مالك مفيش أقول في ساعاتها مالي لما أهدى ولما أمستعد للكلام حنتكلم بلاش بالأيام بلاش بالسنين بلاش بالأسابيع بلاش بيعمل جافة ما بين الاتنين بيخلي علاقة فيها جافة شديدة جدا فجوة كبيرة جدا ما بين الاتنين مفهود ناخد قدية عشان نهدى يعني بالكتير لو خدنا وقت طويل فبناخد 24 ساعة ده لو احنا طويلنا في الوقت بس إحنا ممكن نهدى أصلا في نصف ساعة لو قررنا نقض مع نفسنا مفكر رحمد دائين ليه أعرف أنا حاسس بإيه وحاسس بدا ليه فده حيخليني أهدى هو بقى مستعدنا نسمع من اللي قدامي يعني أفضل قعدة شوية فكر مع عفسي 24 ساعة بس يعني لو أقل يكون أحسن طبعا مفكر 24 ساعة ده ماكسيمم طب لو بعد فيهم ما حسدش غلط مثلا ولا قلت كن ما غلط في لحظة غضبي يعني في أحب بيقولك هذا ما بصفاش بسرعة ما هو وارد جدا يكون أصلا فوقت غضبنا يكون قولنا كلام مش أنسب حاجة بس لما بنهدى من راجع نفسنا اللي أنا قلت طب هو كان قاعد سنة ونص وقت الغضب بيحاول يفك عن نفسه خالص هو كان عايش حياته تماما من سنة ونص بيرجعوا ليه بعد ما إليني ضعت من إيده في العموم بيرجعوا علشان بيفتكروا إحنا بعد فترة بنبتدي نفتكر الحاجات اللي افتقدناها يعني أول ما العلاقة بتنتهي يفتكر بس الحاجات اللي كانت واجعاها إنه هو مثلا كان متضايق كان حاسنه محبوس كانش باخد راحته بس بعد شوية كل حاجاتي بتتشالي بيفتكر بس المكسب أو طبعا إنه يقع في علاقة تانية أسوأ فيتعذب فيها تعرف إيه شيء جبت ست ستشي ألبس تعالي تاني أنا مش هوافق يبتبقى كده صح تحيي فعلا يعني أو لما لقى أنها اتخطبت راح راجع قال لا أنا بحبك وي 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 والحقيقة إنه فكرة الطرف التالت ده محفز عند ناس كتير يعني فيه ناس كتير بتقعف قصة تنهلة مثلا حد تخطب حد لقى علاقة جديدة فيبتدي يرجع لها تاني بس عشان حتة دي طب ليه بقى بيبقى ده حافز ده ممكن نعمل تمثيلين يعني ممكن دايما بيقولك يكون فيه حد مثلا في شرلتك أو في إيما كابي بقى شغلته حريقة هو بيجي تصور الصورتين يتكلم المكالمتين يرقصه ويدوسه عجلة بعض شكرا يا حبيبي مش عايزينك تاني خلاص أنا هكمل بقى قصتشي ايه مش انت صحيح بتحصل صحيح طبعا بس ده أمر غير صحيح مش هو ده الحل ان احنا نخلي العلاقة يمشي صحيح هو ده مش حال بس هو فعلا بيبقى محافز بتلاقي التاني جايلك جاري تما من الأول حلو قوي اللي جايلي بقى بالشكل ده هل ده شخص نضج يعني ده شخص حيارف يكمل في علاقة ولا ده شخص فائل ما يتقرص ولا ممكن يكون عارف امتي فعلا وعارف انه لو ضياني من ايده هو الخسرون فعارف امتي اكتر فيحفظ علي حلو قوي طب وبعد المشهد ده هيحصل ايه قط سابنيتين رفع ليك وده اللي بيحصل كتير جدا في العلاقات يعني اتبنات بتفرح ان هو رجع بس هو رجع ليه يعني الفرصة تانية قبل ما نديها نسأل نفسنا احنا مندي فرصة تانية عشان ايه وقيل اتغير في حاجة اتغير تندي عشان فرصة تانية طب هو بيقفر تغيير هو اتغير فعلا ولا هو بيعلن التغيير ومعاملش اي حاجة طب الناس اللي بتضطر ان ايه بقى تشرب عشان تنسى ومنسى او جاعة وشربة بنسي خالص شربة ده بيخلي امور تتفاقن فقط يعني بيخلي المشاكل تجبر وزيد يعني لو كان الكل او اي حاجة او مخدرات او او فعلا بتخليك توقع تفكر في الموضوع اكتر طبعا لان بيحصل بعدها ريباوند مود يعني اي نوع من امور المخدرات بكل درجاتهم كل اللي بيعملونه بيفصل الدماغي شوية فعلا وقت ما بشرب وبعدها بيحصل ايه ما يدخل في مود اسوأ منه يعني اليوم اللي بتشرب فيه بيفصل بعد كده يصحبها بعد كده كهانجوفر او متدايق او قعد بيفكر بالضبط فيجيله مود اعلى ما في من اللي كان فيه يجي بعدها هو عايز يشرب فعايز يفصل فنفس الحاجة اللي كان بياخدها ما بتفصلش فبياخد اكتر فيحصل الديبندنس فيحصل التعود مو يعدي قالت يزود الدوسج او الكمية وخلاص كده شكر او غير النوع يعني ياخد حاجة اعلى علشان تحسسه بنفس الشعور فينتقل لحاجات اسوأ طب وانها هتكلم ولاد بقى طب تتكلم ولاد كتير وده صح طبعا غير صحي بالمرة وهي عمل الدعم وما انهي من النمط اللي هي بتحكيه هي عندها يعني نمط ادماني شوية نمط ادماني يعني سهل قوي تعتمد على حاجة تبقى مدورة طول وقت على عكاز يخرجها من المشكلة ده بتعاقب نفسها ولا بتعاقبه هو بتعاقب نفسها بتعاقب نفسها جدا لان هي طول وقت عندها احساس بعدها من الاستحقاق يعني عدم الاستحقاق ان انا ما استحقش ولا حاجة ان انا ما استحقش يعني انا استحق اقل من كده انا لا استحق الحب انا لا استحق ان حد يهتم بي ما استحقش ان حد يتعب علشاني انه يبزي المجود علشاني فبقى انا طول وقت أنا طول وقت مرضية للجميع عشان أنا مستحقش فرضي الآخرين يعني هي ما كانتش تختبر حبه لأ كانت بتدور على حبه بتدور على إنها تتحب صح كانت بتدور على حب زيادة بس خدته بشكل غير صحي في يعني اتهد المعبد على دماغها في الآخر طيب وصاحبتها دي اي صاحبتها دي شخصية جميلة دي شخصية يعني دي شخصية جميلة جده يا مقبلناكو يا أم ده حيات حيات ازاي تعمل كده تعمل الصحبة كيف صحبت بتصوتي مش راضي يطلق ازاي تعمل كيف صحبت شوف يا عموماً لما الشخص بيكون عنده اضطرابات بيكون الدوائر اللي حواليه أغلبها مضطربة يعني ايه يعني اختياراتها بتكون سيئة ما أنا ما باخترهم شو ما أنا بييجوا ما هي يعني أنا ما كان هذا هم اللي بيطلق عشرة عمر فعلاً 9 سنين يعني أنا ما اخترت شو ما بيجوا عايزين يصحبوني فأنا بصاحبهم حلو قوي بس أنا برضو محتاجة أدور في جودة العلاقات مش في طول المدة بس ايه جودة العلاقات دي يعني عمق العلاقة قد ايه أنا أحيانا ببقى فاكرا ان فلان ده صحبي جدا بس هو ما بيحكيش اي حاجة عن نفسه انا ما عرفش عن حياته اي حاجة فيه ناس تقعد مع بعضها سنين في حد فيهم بيتكلم والتاني بيتكلمش خالص حد فيهم اكسبوزين كل حاجة بيعرض كل حاجة عن حياته والتاني غامض تماما حد فيهم بياخد حد بيعملوا كل حاجة وبيستغلوا والطرف التاني يعني غالبين بياخد بس بيشفط بس فده موجود في حلاقات غير متزنة العلاقة مشية مش متزنة وحيانا كتير احنا بقى فرضين الصورة اللي عرفنا بها الشخص مثلا انا عرفتها في سنوي فرسمت لها الصورة اللي انا عرفها في سنوي بس هي كبرت دخلت جامعة واشتغلت وقت ناس تانية فبعندها تجارب في الحياة مختلفة احنا مش بنتحرك في الصورة دي يعني لما نتكلم مع نفسنا يعني على نفسنا مع صحابنا دي تبقى علاقة صحية وعلاقة كويسة طبعا مش ممكن يستغلوا ده طب زي ما انت بتقول يستغلوا انا خايفة اه انت كده خوفتني ما هو انا عشان كده ببني الثقة بالتدريب الثقة مش زيل ومية الثقة بتتبني زي السنة ما ممكن بعد كل السنين دي بعتني بكامية عشرة نعمل ايه ساحيتها بقى ابتدأ ادور هو انا وصلت مع الشخص ده الفين طبعا والد ان فينا استخزلنا وده حقيقي بيحصل دي احنا نفتح عمص نعخز ونزيج ده مش غزلية واحدة ده الخزلات تعال اجيبلك وبتقول لك هو احنا بيختارون اهمال بيختارونا ومشكلنا ما بقعاش فيه اي اضطراب اما جايين ده انت اللي بتطبطب طب انت بطعتي مش بتاخد فبيبقى ايه حلو قوي طبعا انا لما بدي بقى انا محتاجة اعرف اولا انا بدي ايه بدي لحد فين انا باخد ايه من العلاقة دي انا مش هايزة بقى في علاقة بدي بس مش هايزة بقى في علاقة بتاخد سواب بتاخد سكينة تاخد دبر خواطر بتاخد انك لو وقعت ممكن تلاقي حد جنبك بتاخد ان تلاقي حد يطبطب عليك لو كانت صاحبتها دي كويسة بتايقلي ما كنتش اتطر اني تخش في كل العلاقات دي على الا تاخد حد صوت ضم ايه فدي ما بي عندك صاحب كه صوت ضمير تليت رعلك من ورا كده فهم طول ما انت اقعي ايه وعي تروحي كذا كذا ملكيش دعوة ملكيش دعوة انا اخترت كده يلا يلي ويلي فتلاقي ان انت انا خايفة ان انا تاني يوم مثلا انا عمل كده فلاقي ده ورا مثلا بيدحك او في مثلا صاحبت لها بتنصحك نصائح حلو فتبقى عادي مستنيها صحيح دول بيفرقوا فعلا في حياتنا طبعا بيفرقوا بس هو كل احدين برضو لما حتى الطفل بيختار الصحاب اللي شبهه اه يعني بتختار لانا اللي بختار له هو ما بيختار هو غلط نحن كمان نختار للطفل لصحابه ما هو حتى لو اخترنا له تتحطولي دي كمان في التربية الإيجابية حتى لو اخترنا له هو في الآخر بيختار الحاجة اللي شبه يعني لما بنجبر شوية بنتين ندور عن ناس اللي شبهنا اللي بيحبوا الحياة اللي بنحبها اللي بيفكروا زينا اللي بزي ما انت قلت كان بيقولونا كلام كويس عن نفسنا بيطمنونا هي علاقات عمان في حياتنا مرايات فاحنا محتاجين مرايات صالحة مرايات نقية تورينا صورة كويسة مش صورة مشوهة مش يكررونها في نفسنا فيعني هي لازم تكون ان هي مش صورة مشوهة لازم تكون ان هي صورة كويسة وبتعتمد عليها وقعدها حاس ان هي موجودة بالزبط طب صاحبتها تخزلها مرتين هي ده يعني محتاجين عيد اصلا فكرة النظر ما قول؟ صاحبتها ولا لا يعني دون صحاب ولا مش صحاب يعني اللي خزني مرة ورجعتله تاني فالمشكلة مش عندها بقى طب ما انا بقول حرام وحصل خير ودي اول غلطة واي يعني اه بس دي غلطة يعني مش هينة مش غلطة بسيطة وغلطة اثرت بحياتي تأثير كبير وانا شايف انه مؤذي بالنسبالي فرجعت لها تاني وقامنت لها بنفس الشكل يبقى انا عندي مشكلة طب أهلا لما خطبوا لها الولد ده كانوا غلطانين اللي اتخطبت له هم برضو مش عارفين يعني خلفية الاحداث هما شايفينها بترفض طب ما انا مش لازم اعرف خلفية الاحداث انا شايفة بنتي بتضيع فانا دلوقتي بتدخل بكل ما قوتيت من قوة وخلاص يعني طالما الادب مش نافع الكلام مش نافع لا انا هسيطر تعامل بقى بطريقة تانية هتعطوا لي بقى برضو هتعطوا لي بقى برضو هتعطوا لي تربية ايجابية تانية هنجيب سلل تربية ايجابية خالص اه انافذ انها انا يا حبيب لا تحط صبعك في الكهرباء بصلك يحط صبع يا حبيب ما اني هقوم اشده يعني كبان مش هزين نلمس الولد دي الكهرب مني لا بس ده لحد سن معين بس بعد سن معين واحدة زيها بقى قعدة عرف ان منتي بتشرب حاجات وان منتي يصحبها مش كويسين صحيح صحبتها خزارتها كذا مرة قعدة بتحبلي في قصة حب قعدة بتكذب عن الناس لا تعالي بقى يعني تعالي بقى احنا اللي نعلمك يعني الاهل يقوموا لكن مش واحد زي ده وليه يقوم اللي قصدك انه هو اللي كانت مرتبطة بي اه غالبا هي عندها يعني خوف من الهجر ده احد العرض الاساسي اللي خليها عندها مشكلة في القصة ان صحبتها تخونها وترجع تاني ان الشخص ازاه وعايزة يرجع مرة تاني عندها مشكلة في القصة دي والقصة دي ما نشأها العيلة انها ملاقيتش الاحتياجات النفسية الاساسية في الطفولة ايه هو الخوف من الهجر ده خوف من الهجر يعني انا عندي مشكلة ان الناس تمشي عندي مشكلة ما هي بقى الشخص اللي عنده خوف من الهجر ده ما بيقدرش على الفكرة دي ما بيقدرش أن حد يسيبه ما بيقدرش يترفض ما بيقدرش يستحمل فكرة أنه لا يستطيع أن يكون موجود ولا قدره يتوفر هل تأتي منين؟ دي نوع فوبيا؟ طبعاً أحد أشكال هي مش فوبيا لوحدها بس هي جزء من الفوبيات ممكن تعمل فانيك أتاكس أو تعمل لو هو التوتر ويلاقي قلبي بيدقه وهموته ومشي منه سايبيني طبعاً حياتي يبوز من غيره خلي الشخص أصلاً يخش في علاقات كثير يعني يدخل في علاقات كثيرة زي ما بيقدر تقول كده أنا بعرف ولاد كثير وبعرف ناس كثير عشان لو وقع مثلاً ما لعشر أربع يا أخوة يبقى بسده ست رمو عليك يبقى معي ستة بسده ويزيل حزبة بالزبط أه صح جداً هل زي حاجة وحشة طبعاً حاجة وحشة جداً طبعاً حاجة وحشة جداً الآن العلاقات كلها تبقى ضحلة يعني فيش علاقة عميقة كل العلاقات من على وجه فما فيش علاقة فيهم حقيقية تطمنها ما هو ما فيش ثقة مية في المية برد رفو عليك يعني عندها أزمة ثقة لأنها عندها مشكلة مع ده عندها مشكلة مع الخوف من الهجر زي كان بيبقوا نامين جنب بعض ومخلفين وتمام كدت أحلى مشهد في محكمة الأسرة وديتك أماكن وعمرك وكوتيتك أحلى أه السرعة توجبت معي قوي أفهم؟ قوي يا أبو نظارك فايا كده فإزاي الصحابة أنا أضمن يعني أنا أختارهم إزاي ومشانا اللي بنائيهم وهم اللي بيجوا يعني مش بعد أنا أقي كده واختار هم اللي بيجوا حيلا الناس اللي جاتلي دي أفلترهم أختار منهم ما يناسبني واللي ما يناسبنيش أبعده شوية يعني أختار حاجة واحدة أختار من ساحاتي مع الناس مين عايبقى قارب حاجة ومين أبعد شوية بتفلتر بناءًا على إيه؟ بناءًا على رقم واحد أنا مرتاح في العلاقة دي أم لا؟ أنا وجودي في العلاقة دي يعني إيه مرتاح؟ يعني مثلاً بعرف أقول كلام ولا كل كلمة بقولها بلاقي نقد وهزار مش كل الكلام اللي عرف نقوله مش عشان نقد وهزار ومش كل الكلام أنا أثق فيك إزاي طبعاً دي ممكن تطلعي تقولي كلام بار طبعاً ممكن تتحواري حلو أبني بنبني الثقة دي تدريجياً يعني إيه يعني بتكلم معاك الأول في الأمور العادية أدي لها أصرار ملاشة 30 لازم أخو دي مثلاً وبعد شوية بتكلم معك في حاجة أعمق وبشوفك حتى لأكشناتك معي عاملة إزاي وبشوف أنت عموماً إدراكك للحياة عمل إزاي هل إحنا عندنا ما حدش اختبارات ولا بأستنى برضو باستنتاج باستنى باستنتاج طبعاً يعني الاختبارات عموماً بتوقع الناس مش بتخلينا نكتشفهم أنا ما حيبش الاختبارات دي اختبر بعض هنطهق والله يعني ملاش لازم أنا بشوف هو بيتعامل إزاي مثلاً مع ويتر لو حد داخل على علاقة بتعامل إزاي مع حد بيساعدنا بتعامل إزاي مع أي حد شافه في البيت بتعامل إزاي مع مامة لكنه عداً زمائلو في الشغل مع زمائلو في الشغل الأقل منه ناس الويتر السايق يعني بتعامل ناس مع ناس البسيطة بتعامل معهم إزاي عشان هم دون ناس اللي بيقدر عليهم غالباً فلو بيعملوهم باحترام فده عنده حتة كويسة طب بزمتك خطبها مثلاً مش عارف الناف بتحب حد تاني وقلبها مش معاك كلين حقيقة يعني بخدرة العيادة سنين و سنين في رجالة كتير مش بعرفين حاجة خالص لا مش ممكن ورجالنا ما بتحسش زينا يعني أنا ببقى عارفة انه في حتة كده لسه إيه حنين الماضي عنده حقيبة ذكريات جوه وانا عامل نفسي مش شايفان مزاجي اه بس ياسي لو عايزة تعرف علاقة أخرى بتعرف تعمل ده بمهارة لدرجة ناجل صعبة جداً يكتشف ده خصوصاً لو هو مش بيركز في التفاصيل ومش مهتم زيادة يعني مش ايموشن الكفاية فمش حيارة فيه القدر ولا هو محب قوي وبيحب زيادة وارد جداً يكون هو بيحب ولا يكون هو بيتغفل عن حاجة شايف حاجة وساكت عنها مستني انها يعني ترجع لصوابها تاني بالضبط او تشوفه على بعض تشوفه زي ما هو هيحس ان هي موجودة فعلاً وشايفها ويحس بقيمته فيكمل معاها طيب هي مفروض تكمل معاها ولا لا مع خطيبة الحل بصي هو مفيش مفروض بس هي محتاجة تراجع نفسها أصلاً مش مفروض اكوردنج تو القصة انت سمعتها اكيد في حاجات بتتفرد عشان ما اضعش مننا العوض اللي ربنا بيجيبه حاجات كويسة انت العوض لها مش انا اتحكت عليك مسعب بتبقى كده صح جداً ممكن بكرة ترتبط بي يعني تتجوزه وتلقي نفسها عايزة 7-8 علاقات في وجوده لأ مفيش حكس معا كده عايب بقى كده عشان عايزك كده مش تيجي في قصة حقيقية كده تيجي في خلف الأسوار صح جداً يعني كده مش اناخد اينا قبل ما توصها لخلف الأسوار حتى يطعت راجع نفسها انا محتاج اي اصلاً هو الارتباط بالنسبالي و ساوي ايه ايه اللي احتاجات الأساسية في الارتباط ده ايه اللي نقصني وايه اللي أنا محتاجات ما هو محمود ايه عايزة محمود هل تجيب لها محمود؟ انا أريدها محمود ما روحش هتجوز اكس طب لما محمود كلمها ومحمود لقتي خاطب ايه نفع تتكلم محمود؟ ايه طبع ما نفعش بس غالباً هيحصل هتكلم محمود؟ وغالباً هي ستتجوز بعد الحلقة اللي احنا بنعملها وبعد الهلك ده كله وميك أب وشعر وإلبسنا وجينا وأعادنا يبقى حرام عليك يا شيخة والله بجد بعد كل ده وارد جداً اه يعني كل حتيما يتجوز حد تاني يبضلوا يعرفوا بعض وده بيحصل جداً في علاقات مضطربة طب أنا عايزها تفوق عشان تعب القلب ده يعني احنا فاهم يعني حرقنا كتير حرام بقى وبعدتلنا يبقى أنت تطقيقتي بقى فا أنت زهقت مليتي بتعمليه بقى فاحنا عايزين نخلص جميل نعم الفوقها إزاي بقى نعمل إيه؟ الفوقها كالقاتي تدور في كل اللي فات فيما سبق كله الخسائر بتاعتها يعني الشنطة اللي فاتت كلها خسرنا فيها إيه؟ هو كان بيربيني جميل بس هو عايزني حلو قوي لما لقني بضيع من إيده أه بس أنا خسرته تفكر اللي هو خطيبة دي بيحبها؟ دي بيحبنا أنا طب ما هو لعلمك بقى لما قال لما صاحبتي قالت أنه هو بيكلمها ما كانش بيكلمها دي اللي كان بتتحك عليك هو ما قادرش يكلم حد غيري وهو ما كانش يعرف أن أنا بشرب وبعرف ناس جديدة وبعرف أنه بعرف ولاد مش كويسين وبنات مش كويسين هو أنت عارف لو كان عارف؟ كان رجع لي لأنه هو اللي كان بيطمن علي أخذ الدواء لا أنا عمر محد قالي أخذت الدواء لا وعمر محد كان حنائين علي رد بقى وتلك هي بقى يعني إيه؟ هي دينا دا بقى ما لقيتش حنية أنا ما لقيتش الحنية غير من ده ولقيت أقل درجات الحنية فاعتبرت أن هي دي كل العطاء زي ما قلنا تعلق المرض يقولنا في الأمر وأنا محتاجة أراجع نفسي هو أنا أصلا بكسب إيه بخسر إيه في كل علاقاتي هو أنا موجودة ولا أنا بس خيال أنا موجودة عشان أبقى أضل هي محتاجة داكتور نفسي أو حد أخصائي في الوقت اللي هي في كل بتحكيت طبعا محتاجة المساعدة هو إحنا محتاجين يعني بيقولك أننا فيه كثير مننا محتاجين فرعا أخصائي نفسي يعني كلنا كلنا عندنا اضطرابات أنا مش أقول مجانين لأنه في كافية كترة بتقول كذا كلنا عندنا اضطرابات بتفاوت صحيح ده مجال وكلنا محتاجين لصيانة حتى لو ما عندناش اضطراب كاميرات ليه فإحنا محتاجين صيانة ليه عشان نحافظ على جوانا يعني نفسنا دي حاجة غالية فمحتاجين نحافظ عليها طب وأنا ليه معاملش صيانة النفسية علشان فيه حاجات بتهرب مننا بإنكار بإنكار بحاجة احنا مش عارفين عن نفسنا آه أوقات بيقى فيه أصوات جوانا احنا مش فاهمينها أو مش عارفين نسمعها ونتعامل معاها آه فمحتاج حد يسعيني ان انا شوفها يبقى حد بالنسبة لي جايد ياخدني كده من إيدي يقولي فيه كذا وفيه كذا وانت بس محتاج لكذا طب هي فأني مرحلة إنكار ولا أه هي عندها شوات إنكار محترمين جدا عندها تبرير وإصاغة وتعميم شديد جدا التبرير ده نوع من نوعية التربات؟ طبعا التبرير ده نوع من أهل الدفنس بكيز من نوعية الحيل الدفاعية صحو مش تبريره وانا بقى يعني بقى بيقولك دائما تغاضى وتغافل عشان يبقى حواليك علاقات كتير ويحاوليك ناس كتير يعني عارف انهم بيقولي كلماتين وهم بيحبنيش بس أنا بقول معلش طب صح تغافل معمين يعني انت تغاضي مع مين مع ناس اللي انت بقي عليهم مع ناس اللي يريهم رصيد أصلا مش حد بيئزيني فانا تغاضى ساعتها يبقى عندي مشكلة بس الاترابات مش مرض؟ الاترابات مش مرض ولكنها أزمة يعني حاجة مكملة معنا حاجة سلوكية نمط ومحتاجين نشتغل عليه وهي عمدها أكيد منها يعني هي تحتاج فترة؟ طب عشان تتعمل الفترة دي لازم تسيب خطبها وبعدكها تشوفها عايز تعمل ايه؟ لا مش لازم تسيبه طبعا ممكن جدا تتعافى وهي معاه بس تأخذ القرار انها تتكمل في علاقة دي والثالث اللي هي الظلميته برضو هي بتتعافى وهي معاه اللي هو ظهر في النص لا في واحد ظهر في النص وتده عم مش كويس قوي بعد كده واحد ثالث يا أخويا جيه وهي بقى الظلميته كان كويس وبعد كده يتخطبت تمام جدا فمش ده مقربة ضحية من ضحياها؟ ما في ضحايا كتير او في ضحايا روحك كتير في عدد من دول اللي هي حكت لنا عنهم في ناس ما سمعناش عنهم يعني فيه أشخاص هي عارفتهم ما حكيتش تفاصيلهم بس في النص كده واحنا بناتخبط في يعني كان في حاجات ما تحكيتش؟ اكيد ما يبقوني عني في الشباب كتير وعملت حاجة نفسك كتير وفيه أسوأ من كده أسوأ من احنا شوفنا ده اه فيه أسوأ طبعا طبعا فيه أسوأ نبكت دي دكتور مخدوة كل ده عشان ايه عشان علاقة فشلة ملاش أي 30 لازمة أو عشان علاقتي بنفسي أدور نفسي للدرجة دي؟ يعني علاقتي بنفسي فيها اضطراب فيها فشل وهذه العلاقة الأساسية طب شفت كتير زي نادة كده؟ اه طبعا طبعا من إيه؟ من الأهل من النشأة من مراحل مرت بيها من صدمات عدة بيها في حياتها من المشاكل هي معرفتش التعامل معها من تراكمات كل ده بيوصلنا للحتة دي بيوصلنا للترابة مجال طبعا استعداد إن أنا مخلوق عندي استعداد لإن أنا أكون عندي للترابة والظروف ساعدت أولا بيوانت لو لتك مثلا شايفي إن جيلنا عنده نسبة كام مثلا من الحاجات دي؟ من نسبة الاترابات الحقيقة عدد مش قلال خالص يعني طبعا ما فيش نسبة ثابتة قدر أقولها بالذات طرقة بس بل أنت شفت أنا قصدي باللناس اللي جات لك طبعا عدد كبير جدا جدا عدد كبير لأن كمان الأجيال اللي فاتت في التربية بتاعتها كان فيه شوية مشاكل فدين عكست في الأجيال الحالية لو إحنا ليه ما نتعطفش مع محمود دنيا اللي كتبت عليه أصل نتعطف معاه بمعنى إن ندي له مساحة إنه يرجع تاني نعم مساحة إيه؟ أو إنه كان ليه حق إنه يخلع طبعا كان ليه حق طبعا كان ليه حق بس ملوش حق إنه يكمل في سيزون تو ملوش حق إنه يرجع تاني أنت ترجع معنا تاني ماذا كل سيزون أمشي وشي إليك ورايا أنا معقولة تاني بأشكال مختلفة ويجع تاني محاولات تانية ويحاول يستغلها عطفان تاني وأنا بس كنت بربيكي خلاص أنت نهيت العلاقة وخلاص فيه حاجة اسمها في علاقة إنه يربيني أو يقومني طبعا بقى أو يعلمني طبعا يعني يقولي مش أجوز غير لما قومك ده يعني حاجة مزعجة جدا من الطرفين يعني إحنا مش بناخد الأشخاص كمشروع حننجره ونزبطه على مأسنا يعني فيش حاجة اسمها قومك لا إحنا بناخد الشخص زي ما هو هنا ودلوقتي لو أنا مش قابله على الوضع الحالي ما حاولش أغير في حاجة عشان مش حارف أتعامل معاه لما يتغير حيبقى نسخة تانية فمش حارف أتعامل معاه وهو عمره وحيكمل على التغيير اللي أنا زرعته فيه هو الجاي لما بيشوفها كده يعني هو الواحد بيجي عشان هو شاف دي كده بالضبط شافها جمحة نجحة يجيلك لأنا أقومك بعد كده أقومها مش تعجبه تاني يعني هو الجاي عشان ديس برجين أو الصورة دي صح جدا جدا صح؟ هم طب قولي بقى روشتة بقى نعمل ايه؟ يا ندا من فضلك من فضلك العادي يعني لو سمعتنا في كل الحاكناه الفترة رفعت كلها أيها دكتور من فضلك راجعي نفسك في مكاسبك وخسيرك كل اختياراتنا في أي حاجة بنعملها لها مكسب وخسارة والاختيار ده حاجة مبنية على عقلنا مش على مشاعرنا بس يعني لوحد ماشي بس ورا مشاعره حيلبس في الحيطة فأنا محتاج أحكم عقلي في اختياراتي أحكم عقلي يعني شوف إيه المكسب للقصة ثانيا أنا محتاج أشوف الدائرة بتاعتي عشان أقدر أتعافى من قصة الخفم الهاجر ده محتاج بعندي انتماءات حاجة أنا بنتمي لها الناس بحبهم كوميونيتي حوالي مش بس صاحبة أو حبيب مجتمع كامل أنا منتمي له رقم 3 محتاج بعندي حياة يعني خلائل نفسك حياة تعيش فيها مثلا شغل اكتيفتز بتعمليها ودي مش حاجة عيب خالص علاج بالنسبالك مش دواء علاج بالنسبالك سايكو ثيرابي إزاي أنسى ريليشنشب يعني انت ما قلت لاش برضو عالجوز الده إزاي تنسى خطبها أو حبيبها قصدي غريبا هتنسى خطبها يعني زي كلم الأصدق فعلا بس عشان نغلي ما اللي حيحصل للراجل بس لو احنا بنتكلم عن تنسى علاقة سابقة فأنا محتاج أولا أراعي عنصر الوقت مشاعرنا بتاخد وقت عشان تتعافى مش بتتعافى في يوم وليلا ثانيا التجارب اللي مريني بها سابقة جوانا حاجة فمحتاجين وقت عشان نقدر نتعافى من ده ثالثا أنا بتكلم مع مين يعني بحكي في اللجوية ولا لا وأهم ما في القصة أقطع تماما أي تواصل لأشخاص مشتركة بتجيب لي أخباره ولا بتابعوا على فيسبوك وإنستغرام حتى من أفيك أكاونت أو أكاونت مش وهمي لأن ده بيزود الموضوع أي خبر بعرفه عنه أي معلومة بعرفه عنه بتبدأ الموضوع من أول وجديد فبتخليني أرجع تاني لنفس الكاك فأنا محتاج أقفل ده من البداية خالص وأبقى قبل كل ده واخدأ قرار مع نفسي إن أنا عايزة أنهي لعلاقة مش وقفة في النص مش وقفة محتارة عايزك أرجع له تاني ولا لا نورتني يا مصطفى ولو هي الطلبة أن هي تتواصل معك أنا أدي لها الرقم وخلي إعداد ده أرجوكي تنور نورتني كلمنا كتير ولسه في كلام تاني استنونا بعد الفاصل مفيش حاجة اسمها كتبة بيضة وكتبة سودة الكتبة كل واحد اللي فاكرينها كتبة بيضة أو بنعدي بيها الليلة النهاردة مصيرها هتبقى سودة مع الأيام وهتقلب علينا وده اللي حصل في حكايتك يا ندا طيب ما أنت كم ممكن تعملي حاجات تانية كتير عشان تعرفي زي كان بيحبك ولا لا غير أنك تجدبي كتبة زي دي تعملي مصيبة زي دي كم ممكن تكوني بسيطة جدا وتقولي لنا بغيرة عليك مش عايب أو لو بتحبني حاسسني باهتمامك وأنك على طول مهتم بي طيب لو بتحبني تعال تعرف على أهلي وأنا مش جد بيخلعوا على طول أو ما تقولي الكلمة دي يعني مش محتاجة حبيبتي لكن تجدبي وتقولي عندك سرطان يا ندا يعني إيه طيب ما فكرتيش أن السرطان ده مرض وبيسيب أثر كبير على الصحة والشكل ومسيره في يوم الأيام هيعرف أنه ولا حاجة تأثرت عليك ولا خدتي كيموثيرابي وهيكتشف دمع الأيام طيب ما فكرتيش أن فيه رجالة كتير لما حد منهم بيعرف بمرض خطبته أو واحدة بيحبها بيخلع على طول أنا فضيلك طيب عايزة أقولك يا ندا أن الإنسان اللي حبتيه قوي ده لمدة سنتين ولسه الغاية دلوقتي بتفكري فيه وانتي مخطوبة الواحد تاني عنده تفاصيل غريبة وقفتني كتير وأنا عملا أقرأ القصة وأنا بذكرها من الأول زي مثلا لما هو متعاطف معاك وإحنا ينقوي كده ومجرد معرف أنه عندك كانسر بقى كل شوية بيسأل عليك بيتطم الخطي الدواء تي عندك دور برد طيب إزاي واحد يعرف أن حبيبته عندها كانسر بس يعني نوع كفايا أنه يسأل عليها أو يسألها خطي الدواء طيب فين الجلسات اللي بتروحها طيب يجي معاك طيب يشاركك طيب يسألك وإحنا بنتكلم في أنه عندك ضغط عالي وهيرجع تاني طبيعي أنه يعني يفكر ياخدك لدوكتور يارض عليك أي حاجة يكلم حد من صحابه لو كان جالهم قبل كده لقدر الله يقولك أنا لازم أبقى معاك طب تعالي نعمل تحليل تعالي نعمل أشعة طب تعالي تطمن بس بتاخدي الدواء حبيبي كده بقى هو متعاطف وبيحبك أنا ده مش داخل أدماغي تاني حاجة يعني إيه قرر يرجع لك بعد سنة ونص بيقومك كذي ما بتتقلنا سمعتها قبل كده الكلمة دي حتى شرطة تطلع ما عجبتنيش قالك أنا لسه بحبك بس كنت بديكي درس بيعلمك طب كنت فين أنت بقى في السنة ونص اللي فاتوا دول وأنا منهارة وأنت بتجيع من إيجي يا سلام وأنت كده اديتها درس حفظت عليها وش معنا رجع بعد ما عرفت أن يتخطبت عشان ضعت من إيدك ما هيقرت لك نرجع وتحيلت عليك وغلطت إيه اللي جارة وللأسف يا نادا الحكاية كلها مش عجبيني كلكم وغلط سواء أنت ولا الولد اللي حبتيه وبتقولي أنه هو راجل وجدع وحنين وطيب ومش عايز عيد ولا صاحبتك اللي اطلع تانية أصلا ما تستحقش مرتين بتضحك عليك يا حرام ما تيجي بقى نقفل الصفحة دي بقى نفتح صفحة جديدة بقى على النظافة يمكن أنا مش موافقة أن أهلك يغصبوكي على الخطوبة ويمكن تكوني فعلا مش بتحبيه أو معرفتهوش بس في نفس الوقت متفاهمة أنهما بيحبوكي خايفين عليكي عمرك بيضيع أصلي زهقنا فنزلت أشتغل أصلي مش عارف إيه فنزلت أعمل إيه فممكن يكونوا بيقرروا معاكي جابوا عريس كويس متقدم لك عشان أنت عايشة في أوهام مستني رجوع شخص مش هيرجع وهو مش كفء أصلا فعملوا كده طب السؤال دلوقتي بقى هل الشخص اللي انت تخطبتي ليه هو إنسان وحش هل في عيوب ماينفعش نعديها ولا مشكلة فيك انت مش فيه هو انت اللي قلتي في رسالتك أنه شخص كويس ومحترم وبيحاول أنه يتقرب لك مشكلة فيكي انت يا ندا في مشاعرك اللي مش عارفة تتحكمي فيها وتتعاملي معاها لازم تتعلمي تتعلمي تعلمي كمان مرة إنه مشاكلك تحليها بنفسك ومشاعرك مش صح الجواز يعني عقل وقلب مش مشاعر حلوة وخلاص تخطيط سليم واختيار صح مش كلمتين حب صهر ريالي وختي الدواء يا حنين وأحلام وردية بنصحى منها على كبوس ونشوف اللي بيجينا في قصة حقيقة طب ما تفتكري كويس إن خطيبك ده بيحبك وجي لأهلك ومحترم ما رحش تكلم صحبتك ما تحكش عليك أهلك راضين عنه وده بالدنيا وإنه ممكن يكون فرصة بين إيديك عشان تخرجي وربنا بيقولك خلاص كفاية كفاية اللي عاشتي زمان بشرط إنك تكوني مخلصة لي ومحترمة معين زي ما هو كويس معاك كل ما تفتكري إنك لسه بتحبي الأولاني ده فتكري كويس إنه ما كانش كويس ولا مناسب عارفة إنه حد بيعلمك وبيربيك سنة ونص على غلطة ده لو اتجوزك هيفتري عليك مش هيسيبك ده قلبه وحش إيه اللي جرى طب ربيني شهر طب عقبني شهر قومني يا سيدي معني بكرهها شهر لكن كده افتكري إنه رجوعه حصل في الوقت الغلط وراجع عشان أنت يمشيتي بيربيك بيديك درس هو أصلاً كان غلطة كبيرة في حياتك يا حبيبتي ده وقت العقل والفوائن وإننا نوعب بقى نرتب أوراقنا تاني لأنه ممكن الفرصة اللي ربنا بعتلك دلوقتي ما تتكررش تاني وبإيدك تختاري وسمعتي كمان كلام مصطفى معانا قال إيه ياريت تعمليه بنصايحه أعودي فكري بتفتحيش المسجز القديمة بليز لأنها تخليك تروحي في عالم تاني بنبقى كويسين وبنبقى وحشين بتقعوديش تقارني مقارنة دي أوحش حاج ممكن حد يقولك بحبك وتفضلي فكريها وعيش عليها حد تاني تبقى بحبك أحلى مليون مرة بس أنت مش عايزة تركزي في دي عشان أنت لسه مستنية دي ولعلمك أنا شفتها كتير إنه أول ما بتدخط بي أو أول ما بترتبطي بتلاقي كل اللي كنت تعرفيهم وكل اللي كانوا وحشين أو حلوين بيظهروا وده بيبقى اختبار يعني من ربنا اختبار من ربنا إنه هكمل وهتقي ربنا فيك وهبقى كويسة ولا لأ وفتكري كما تدين تدين لو بتكلمي حد هو هيكلم حد وده حقيقي لو أنت مش مخلصة ليه هو مش مخلص ليكي هستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي إيه وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصتنا ده يبعتوا الحل عشان كلنا هنا بنساعد بعض يبعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وإنستاغرام وواتساب ولنا عشتوا قبل كده نفس القصة ساعت بنعيش في أوهام كانت غلط وملاش لازمة وربنا بيجيب لنا العوض بس إحنا لو بقى مش عايزين نشوفه عشان متعلقين في الماضي تعالوا كده كلنا نقوي بعض وهستنىكم في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانين في القصة حقيقية باي باي